مر مالك بن الصيف ووهب بن يهوثى اليهوديين بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة رضوان الله عليهم فقالا لهم نحن أفضل منكم وديننا خير مما تدعوننا إليه فأنزل الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يمدح الله تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم أنتم يا أمة محمد خير الأمم وأنفع الناس للناس وكان في اللغة العربية لها أكثر من استخدام أشهرها كان الناقصة التي لها اسم ولها خبر وهناك أيضا كانت تامة التي تكون بمعنى وجد أو حصل أو حدث وهناك كانت زائدة التي يمكن حثفها دون أن يتغير معنى الجملة فقال علماء اللغة كنتم في الآية الكريمة تامة ويكون المعنى المقصود حدث وصرتم خير أمة أخرجت للناس مذكور ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة ومذكور أيضا في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقال آخرون من علماء اللغة بل هي زائدة فيكون المعنى المقصود أنتم خير أمة أخرجت للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخر وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وكم من أسير أتى مقيدا في أعناقه بالسلاسل ثم دخل في الإسلام طوعا وكان له شأن عظيم فحصل على السعادة في الدنيا والآخرة ولكن لماذا يا رب كن خير أمة أخرجت للناس ما العلة وما السبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أجل سبق وأن قال الله تعالى لنا في سورة آل عمران ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا أما المنكر فهو ما عرف كبحه شرعا وعقلا وتؤمنون بالله وتصدقون بالله تصديقا جازما يؤيده العمل فخيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست خيرية مطلقة دون قيد أو شرط وإنما هي خيرية مرهونة بتحقيق أصلين أساسيين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى فإن تخلت الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله فلا يمكن أن تكون خير أمة ولا أن توصف بالخيرية بين الأمم قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من صره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها ورغم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرعان للإيمان بالله إلا أنهما قدما على الإيمان بالله فلماذا؟ وذلك لبيان أهمية وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ما يميز هذه الأمة عن باقي الأمم هو تمسكها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هلاك أي أمة في تركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند الله كما آمنتم لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود منهم المؤمنون المصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم العاملون بها وهم قليل منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه والسيدة صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن دين الله وطاعته المعادون لأولياء الله وكلمة الفسق تعني الخروج وكانت العرب تقول فسقت الرطبة أي خرجت من كشرتها وهناك الفسق الأصغر وهو الخروج عن طاعة الله ما دون الكفر وهناك الفسق الأكبر وهو الكفر والخروج عن دين الله والمقصود هنا في الآية الكريمة هو الفسق الأكبر وقدم الله عز وجل القلة المؤمنة على الكثرة الفاسقة لعظم مكانتهم وشأنهم في الإسلام وذلك من إنصاف الإسلام لأهل الكتاب قال ابن كثير والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة فهل تعي الأمة الإسلامية هذا الفضل والخيرية وهل تقوم بدورها في نشر كلمة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يقوم كل منا بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل نقوم بنشر العلم النافع بكل الوسائل الممكنة بين أبنائنا وأحبابنا وأصدقائنا والناس عامة أم نكون ممن قال فيهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون